تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية في كافة مجالات العمل الأمني لمكافحة الجرائم بشتى سورها والتصادل العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون وهو ما يسهم في بسط الأمن والنظام في كافة ربوع الوطن وقد أصفرت تلك الجهود عن نجاحات أمنية كبيرة في كافة المجالات ففي إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ظهور العديد من المحررات الرسمية المقلدة بخاصة رخص تسير السيارات والقيادة وضعت الإدارة خطة بحث محكمة واستخدمت التقنيات الحديثة وتمكنت من ضبط المتورطين في هذا النشاط الإجرامي تشكيل عصابي تخصص في تزوير رخص القيادة وتسير السيارات لا سيما سيارات الإعفاء الجمرقي وأقروا بنشاطهم الإجرامي وتم ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في التزوير كما نجحت الإدارة بالتنسق مع قطاع الأمن العام ومدريات أمن القاهرة والسويس والقليوبية وكفر الشيخ وبورسعيد في ضبط عدد من السيارات التي تم تزوير تراخيص سيرها وعلى صعيد أمني آخر وفي إطار الحفاظ على طراث مصر وإرسها الإنساني والحضاري من عمليات النهب والسرقة فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لإدقاره في مخطوطات وقطع أثرية وبحوزته مجموعة من العملات مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور مختلفة ومجموعة من المخطوطات والمضبوعات والشهادات الدراسية القديمة وتخضع المضبوطات لقانون الآثار وقانون الوثائق والمخطوطات في ذات الإطار استهدفت الإدارة شقة تخذها صاحب مكتبة وشركيه مخزن للإدقار بالمخطوطات والكتب الأثرية القديمة والمجرن تداولها وتمكنت من ضبط وثائق ومخطوطات وكتب أثرية بقصد الإتقار بها كما نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة وبحوزته 25 تمثالا مختلف الأنواع والأشكال والأحجام وقطع وعملات أثرية تعود للعصرين الفرعوني والروماني وعلى صعيد التصدي لجرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية أصفر الجهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة عن ضبط مكتبة بالقاهرة لقيام صاحبها ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تفويد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وأصفر التفتيش عن ضبط أكثر من 170 ألف كتاب دراسي خارجي واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لكافة الجرائم تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري بقطاع أمن المنافذ من ضبط كمية من المكاملات الغذائية والأدوية الطبية محزور استراضيها دون موافقة الجهات المعنية وبلغت الرسوم الجمهورية المستحقة عليها 30 مليون جنيها